اشتركوا في القناة لأن الاستثناءات التي وردت في قانون العفو تستثني من تهمة وعدينة بقانون الإرهاب له فرصة بأن يطلب عادة تحقيق أو عادة محاكمة حسب السلطة التقديرية للسلطة القضائية أعتقد النصوص التي تم التوصل إليها هي أقصى ما يمكن الوصول إليه في ظل الأجواء السياسية وكما تعلم من قانون العفو العام هو من قوانين المصالح الوطنية وقوانين الاتفاق السياسي أعتقد هي خطوة على الطريق الصحيح باتجاه تنفيذ الاتفاق السياسي وما مطلوب من مجلس النواب بعد إقرار قانون العفو هناك حزمة أخرى من القوانين يتصدرها تعديل قانون المسالة والعدالة الذي نأمل أن يكون جدول مجلس النواب في الأيام القادمة يتضمنه لغرض التصويت عليه أيضا أعتقد فيما يتعلق بقانون العفو أن أكثر من سبعين بالمئة من الموجودين في السجون سيتمشموا لهم بهذا القانون وسيستفيدوا من هذا القانون وأعتقد هي فرصة لإعادة السلم المجتمعي وفرصة لإصلاح من غرر بهم ودفعوا إلى سلك طريق كان مؤذي للمجتمع بشكل نهام شكرا جزيلا